إيه الحاجات اللي لو حصلت أبتدي أقلق على أن أنا عندي مشكلة في العظم وتحديداً هشاشة هل ألام معينة هل ألام ألام الرجل، الرجبة، ألام الظهر، الرئبة كل الحاجات دي ساعات بتلاقي فيه تقوص إنحناء بنلاقي نفسنا بنقصر وإحنا مش في سن السبعين عشان نقصر من دلوقتي كل ده بيبين عندي هشاشة عظم بلاس اللي بيشرب مشروبات غذية كل يوم خمسة ستة سبعة أكيد هو أكيد من غير ما ما يجيلوا مشاكل هيبقى عرضة لهشاشة عظم أكيد طيب نرجع بقى تاني للألبي مالتي فيت بالضبط كده ونعكاسات وقات طيبة وأيدي البيضاء على الملف ده بصفة خاصة هشاشة العظم طبعاً مهم برضو أقول أنه مرخص ألبي مالتي فيت واخد ترخيص هيئة سلامة الغذاء لأن على طول أنا بقول محدش ياخد مكامل غذائي غير وهو واخد الترخيص مهمة أو يقول يا كريم لأن كتير بيبعتولي على السوشال ميديا إحنا عايزين ألبي مالتي فيت هو مش عندي على الصفحة بتاعتي هو موجود في السيدليات أقولهم يا جماعة والله موجود في السيدليات كلموا السيدليات لجنبكم وهيبعتلكم ألبي مالتي فيت ده يديك أمان عشان ما نخدش حاجة إحنا مش عارفين مصدرها مش عارفين معمولة فين وانسناها محطوطة في السيدلية خلاص يبقى المصنع اللي عامله مصنع واخد ترخيص مصنع محترم العبوة يا كريم فيها ثلاث شرايط كل الشريط فيها عشر كابسولات الكابسولة يا كريم يعني شهر شهر العلبة شهر العلبة شهر طبعاً سعرها مناسب جداً لكل فئات المجتمع الفئيل والغني الكابسولة اللي احنا شايفينها قدامنا دي الكابسولة الوحدة في قلب مالتي فيت فيها المكونات دي كلها عندي فيتامين سي المهم جداً للعضم ومهم جداً للمناع ومهم جداً للطاقة ومهم أنتي فيرل على فكرة مضاد للفيروسات عندي فيتامين إي مهم جداً لو هاتكلم على فيتامين إي مهم للأكسادة فهيدعم صحة القلب وصحة الشرايين وعدم تصلب الشرايين وعدم أكسادة الدهون السلسة برضو موجود الدهون الضرة يعني برضو موجود في قلب مالتيفيت عندي الكالسيوم اللي اتكلمت عنه الكالسيوم مهم جدا للعضم ومهم لصحة القلب يمكن الناس مش عارفة ان الكالسيوم مهم لانقباضات عضلة القلب عندي فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه فيتامين بي وان فيتامين بي تو فيتامين بي ثري عندي طبعا الريبورفيلفين والبانتوثينيك أسيد الفوليك أسيد فوليك أسيد مهم جدا للسبت الحامل كمان لانه هو اللي بيمنع تشوه الأجنة لانه هو اللي بيخلق الخلايا العصبية او بينتك الخلايا العصبية طب هل هشاشة العظام لها اختبار ما أشعة ما تحليل ما ممكن الواحد يلجأ له بيبقى فيه أشعة طبعا أشعة سينية بيروحوا المعمل بيعملوا أشعة كتلة العظم عندهم تبقى دقيه هل هو عرضة لها شاشة عظم أو لا بلس أنا على طول بقول لازم نعمل تحليل كل ثلاث شهور أو كل ستة شهور فيتامين ديل مهم قوي والكالسيوم عشان نعرف نسبة الكالسيوم قد ايه ونسبة فيتامين ديل قد ايه كده هعرف ان جسمي قدر يمتص الكالسيوم اللي أنا باخده من ألب مالتي فيت طيب هل